فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا طالب أريد أن أبدأ في دراسة الفقه فهل تنصحني أن أتعلم وأبدأ بتعلم مذهب معين أو أن أتعلم أحاديث الأحكام كعمدة الأحكام وبلوغ المرام لا ما يصلح أنك تتعلم الأحاديث وتستنبق منها أنت ما بعد صار عندك ملكة ولا قواعد للإستنبق فتعلم الفقه على مذهب معين من مذهب أهل الصناة تعرف قواعده ومبادئه ثم تنطلق منه إلى التجود من العلم والمقارنة والدليل والترجيح بعدما يكون عندك مبدأ وقواعد أما أنك تترك الفقه وثولنا أجتهد أصلا من الأدلة ولا تمر على الفقه هذا غلط نعم كبار الآيمة ما تركوا الفقه تفقهون على المذاهب الأربعة ثم إذا صار عندهم ملكة فإنهم يرجحون يرجحون بالدليل نعم ترجمة نانسي قنقر